السلام عليكم. تم مؤخرا الانتهاء من انتاج زوج بواخر مصنوعة من فولد وهذه تعتبر يعني لأول مرة في افريقيا ينتج مثل هذه البواخر المصنوعة اذا من الفولد وهذا البواخر اه كان بطلب من شركة سونا تراك التي اه تستعملها في الكيداش يعني لقيادة البواخر الكبيرة الحجم البترولية والغازية في ميناء بجايا اذا هذا زوج البواخر اه كانوا اه طلبت عليهم في حوالي عندها السنوات والان اه انتهت الاشغال بهم وكنا درنا اه فيديوهات عليهم اه من قبل اه وعندكم الرابط هنا في نهاية الفيديو انتع الفيديو هذا اللي درناه وتكلمنا على البداية تعل الصناعة هذه تعلبه اخير هادو واللي اه تم يعني رغم انه يعني البواخر مصنوعة في الجزائر تم تجهيزها بتجهيزات اه منتع الملاحة لزاستري ماندبور اه كلهم من اه يعني مستوريدين لكن التركيب كله اه واه يعني كل وسائل انتع التكنولوجية انتع الانافيغاسيو انتع الملاحات البواخر هادو تم تركيبها تحكم فيها انطاب شركة اللي انتجت هذا الزوج بواخر واللي تقع في بوهارون في ميناء بوهارون اذا اه هذا هو يعني البواخر هادو تم تغليفها وطلاؤها بالاسود اه كما نلاحظ هنا في هذه الصور اذا هنيئا الشركة انتع بوهارون هذي اللي يتصنع هذا النوع من البواخر وان شاء الله هنمازيد من النجاحات في بواخر اخرى باحجام دائما اكبر فاكبر وهكذا ذلك للخوض في اه المجال التجهيزات حتى الملاحة ان شاء الله وان شاء الله تكون طلابات من اه شركات اللي تعمل في الموانئ الجزائرية نتفي بهذا القدر والسلام عليكم